وللمزيد من المعلومات ينضم إلينا من القدس مرسل التلفزيون العربية أحمد جرادات أهلا ومرحبا بك أحمد بيان جديد من جيش الاحتلال بشأن ما يحدث في مجمع شفاء ما التفاصيل بشأنه وما الذي تقوله البيانات الإسرائيلية عن استهداف المستشفيات في القطاع منذ بداية العضوة نعم أحمد في البيان الأخير للجيش الاحتلال يتحدث عن استمرار عملية العملية التي تقوم بها في داخل مستشفى الشفاء وأيضا في حي الأمل في خان يونس والقرارة هذه العمليات هي مستمرة حتى هذه اللحظة ويقول الجيش الإسرائيلي بأنه قتل 200 فلسطيني يزعم بأنهم محسوبين على حماس والجهاد الإسلامي خلال عملية مستشفى الشفاء منذ أن بدأت هذه العملية قبل عدة أيام ويزعم بأنه يواصل هذه العمليات في هذه المستشفى إضافة إلى ضرب أكثر أهداف عديدة في الـ 24 ساعة الماضية من خلال القصف الجوي على قطاع غزة وعليه الجيش الإسرائيلي يؤكد استمرار هذه العملية في مستشفى الشفاء ويزعم بإطلاق النار نحو قواته من أمام مدخل الطوارئ ولكن إذا هذه العملية التي بدأت منذ عدة أيام هي استكمال لعمليات أخرى بدأها الجيش الإسرائيلي فنذكر في نوفمبر الماضي حاصر جيش الاحتلال منطقة مستشفى الشفاء وقام باختحام المشفى ودمر البنية التحتية في المشفى في حينه كانت الدعاية والرواية الإسرائيلية بأن أسفل المشفى هناك السيطرة على المستشفى الرواية من خلال الصور التي نشرها وحتى أن وسائل إعلام أمريكية شككت في رواية الجيش الإسرائيلي حقيقة أحمد التحريض على المشافئة الفلسطينية في قطاع غزة ليس بالجديد منذ عدة سنوات منذ عام 2014 أو حتى ربما قبل ذلك هناك ادعاء إسرائيلي بوجود بنية تحتية عسكرية أو باستخدام المشافئ في قطاع غزة من قبل حركة حماس ومثل هذا الادعاء حاولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسويقه أكثر من مرة ولكن في هذه المرة في العملية الأخيرة يلمس به عدم وجود أي انتقادات حادة لإسرائيل أو توجيه دعوات للانسحاب من المشافئ بعد أن بات هذا المشهد معتادا وبعد أن عملت إسرائيل خلال السنوات الماضية على تصدير هذه الرواية وبعد اقتحامها للمشفى في نوفمبر الماضي والآن نتحدث عن اقتحام جديد وعمليات مستمرة يزعم الجيش الإسرائيلي بعثوره على أسلحة وعثوره أيضا واعتقاله عدد من الفلسطينيين المحسوبين على حماس والجهاد وفقا للمعطيات الإسرائيلية الحديث يدور عن 500 معتقل على الأقل من المحسوبين على حماس والجهاد ولكن قبل أيام نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صورة يظهر فيها أحد قادة كتاب القسام رائد سعد وادعى الجيش الإسرائيلي بأنه قد تم اعتقالهم من داخل مستشفى الشفاء ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ تراجع جيش الاحتلال عن هذه الصورة وزعم بأنها جاءت بفعلي خطأ بشري من قبل أحد الجنود الإسرائيليين ولم يتم اعتقال رائد سعد في تلك المنطقة حتى المعلومات التي تحاول إصدارها الجهات الأمنية الإسرائيلية هناك حالة من التشكيك عليها ولكن ما بين الردود الدولية التي كانت فيها الأيام الأولى من هذه الحرب بشأن استهداف المشافي وبشأن اقتحام المشافي وبشأن حصار المشافي في قطاع غزة وما بين ما يحدث الآن ربما خفت هذه الردود والضغوط بشكل كبير والدعاء الإسرائيلي أيضا بأنه ليس فقط مستشفى الشفاء من المشافي التي تستخدمها حركة حماس بل أيضا هناك مشافي أخرى مثل مستشفى ناصر في خان يونس وغيرها من المشافي في قطاع غزة وعليه ما يجري حاليا في المشافي في قطاع غزة هو مرتبط بتاريخ أو بسنوات من التحريض على المشافي الفلسطينية ومنذ أن بدأت هذه الحرب على قطاع غزة أيضا استمرت إسرائيل في تحريضها على المشافي وفي تصوير وفي محاولة الجعاء بأنها مقرات تابعة للأجهزة الأمنية أو للفصائل المسلحة الفلسطينية ولكتائب القسام وغيرها من الفصال التي تنشط وتعمل في قطاع غزة ولكن إسرائيل في الأيام الماضية منذ أن اقتحمت مستشفى الشفاء لم تصل إلى أي جثة لإسرائيلي قتل في قطاع غزة منذ اقتحام مستشفى الشفاء لم تصل إلى أي أسير إسرائيلي زعمت بأنه يتواجد في داخل قطاع غزة وحتى من ادعت باعتقالهم حتى اللحظة لا نتحدث عن اعتقال قيادات بارزة من داخل مستشفى الشفاء إذا ما قلنا بأن الرواية الإسرائيلية صحيحة ولكن على عكس ذلك حتى اللحظة هم يتحدثون عن عمليات اعتقال واسعة نشر عددا من الأسماء لا يتجاوز أعددها العشر أسماء من المعتقلين والذين تقول إسرائيل بأنهم محسوبين أو من القيادات العسكرية التابعة لحركة حماس ولكن إذا ما عدنا إلى الرواية الأولى الإسرائيلية الادعاء كان بوجود السنوار أو حتى محمد الضيف أو غيرهم من القيادات الوازنة والبارزة في هذه المشفى وحتى اللحظة ربما لم تنجح إسرائيل في إثبات على الأقل روايتها أو في الوصول إلى أشياء تثبت روايتها بشأن مستشفى الشفاء من القدس مرسلة تلفزيون العربية أحمد جرداد شكرا جزيلا لك